تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن الإشارة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين إلى جنب التعاون القائم لتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط كما أكد المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جنب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الأقليمية كما تناول الاتصال بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ملف أزمة الغداء على المستوى الدولي فضلا عن التبحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد بالإضافة إلى التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك